على الرغم من أن دول العالم أجمع تواجه مخاطر جائحة كورونا وما نتج عنها من تراجع اقتصادي وخدمي وتدهور صحي إلا أن العراق يواجه أزمات خطيرة أخرى سياسية وأمنية ومالية تضاف إلى الأزمات التي تواجهها الدول الأخرى ولا يتوقع أن يخرج العراق من هذه الأزمات إلا حينما يقدم سياسي تنازلات استثنائية عما يعتقدونه حقوقا لهم مقدمين مصالح البلد على مصالحهم لكن مثل هذا الاستعداد للتنازل والاعتراف بالفشل غائبا حاليا إما بسبب عدم إدراكهم المخاطر المحدقة بالبلد وهذا محتمل أو بسبب ضغوط خارجية أخرى بحيث أنهم لا يستطيعون أن يتخذوا القرار المناسب رغم وضوح المشاكل والحلول جائحة كورونا أوقفت معظم النشاطات الاقتصادية وكبلت البلد بأعباء مالية جديدة وأضرت بالفقراء الذين يشكلون أكثر من تورث الشعب خصوصا أولئك الذين يعملون بأجور يومية بينما أسهم انخفاض أسعار النفط إلى ما دون العشرين دولار في خفض إرادات العراق إلى التورث وتخفيض إنتاج النفط بمليون برميل يوميا حسب اتفاقي أوبك الأخير وكل هذا كان سيوهون لو كان البلد متماسكا والدولة قوية والقانون يطبق على الجميع الذي يمكن للخبراء في المؤسسات العراقية أن يشترحوا حلولا سريعة تمكن البلاد من النهوض من جديد عبر تفعيل القطاعات الأخرى لكن الحكومة اليوم تتجه صوب الاحتياطي المالي للبلاد لتسيير الأعمال في هذه الفترة دون التفكير في حلول ممكنة وسهلة ومنتجة كدعم الصناعة والزراعة والتجارة والموارد الأخرى ترجمة نانسي قنقر